شهد الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني الحفل الختامي لبطولة الماراثون العسكري ومسابقات الرماية بالأسلحة الخفيفة ورماية الشوزن في حضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني وكبار ضباط الحرس الوطني في مجمع ميادين الحرس الوطني بمعسكر الصخير ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني إلى موقع الحفل عزفت الفرقة الموسيقية سلام سمو رئيس الحرس الوطني ثم استأذن قائد العرض بنصراف طابور العرض لبدء البطولة وبدأ الحفل بتلاوات عطرة من الذكر الحكيم تلاها كلمة ترحيبية ألقاها المقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة قائد وحدة العمليات الخاصة أشهد فيها بالدعم الكبير ورعاية الحثيثة التي تلقاها الرياضة العسكرية من لدن سموه الكريم ومتابعة معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة لتوجيهات سمو رئيس الحرس الوطني في تفعيل ودعم الأنشطة والبرامج الرياضية المتنوعة في الحرس الوطني وأشار سمو قائد وحدة العمليات الخاصة في كلمته إلى أن هذه البطولة تنظم سنويا وتأتي ضمن الأنشطة الرياضية المتعددة التي يحرص من خلالها الحرس الوطني إلى رفع مستويات اللياقة البدنية والرماية لمن سبيه إلى أعلى المستويات والمشاركة الفعالة في المحافل والبطولات الرياضية المحلية والعربية والدولية وقد تفضل الفريق أول أركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بتوزيع كؤوس البطولة كما قام سموه بتسليم كأس التفوق العام الذي حصدته وحدة العمليات الخاصة لعام 2019-2020 وذلك لتميزها في جميع المسابقات والأنشطة الرياضية خلال العام التدريبي وقد عبر سمو رئيس الحرس الوطني عن اعتزازه بالإنجازات المشرفة التي حققها رياضي الحرس الوطني على جميع المستويات مؤكدا سموه أن عجلة التطوير في مجال الرياضة العسكرية مستمرة وأن هذه الإنجازات الرياضية ما هي إلا ترجمة حقيقية للدعم السخي والاهتمام الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه الداعم الأول للرياضة العسكرية والمدنية في المملكة ترجمة نانسي قنقر